استاذة اسمها تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله يا رب دايما انا سؤالي لحضرتك انا بحب الجوزي جدا والحمد لله وكمان بيحبني انا كنت دايس فين بعت بقى كنت بتكلم مع مثلا لما بيحصل مشكلة كنت بحكي مثلا لبنت خالي كنت بحكي لبنت خالي كده زوجي تضرر من حتة دي وبصراحة كان هو محقق جدا فيها لانه كان بيحصل كلام وكان الكلام بيوصل لأهله تاني وحاجات كتير كده فهو منع ان انا اتكلم غير مع اهلي لكن قرايب وشهورات من دي قال لي ممنوع ان انت تتكلم معاه الكلام ده بقى له سنتين وانا ملتزمة جدا وبتقي ربنا وبرع ربنا فيه جدا مشكلته دلوقتي ان كل حاجة عليها الطلاق ويريتوا عليها الطلاق يعني مثلا هو كان بيتصل بيها النهاردة وانا بتكلم والدتي فانا ما اخدتش بالي ان هو بيرن علي فبعدين بيقول لي بتكلمي مين بتكلمي حد من قرايبك قلت له احنا مش قفلنا الباب مفيش الكلام ده قال لي طب تبقي طالق لو كنت بتكلمي حد تاني غير امك طيب انا هكلمه انا هكلمه دلوقتي بس انت كمان لازم تحسسي بان انت فعلا مفيش كلام بيحصل لحد من قرايبك بس ده محتاج شوية تصبر شوية لانه لما اتأكد ان انت خلاص انتناعتي عن الكلام ده وانا نصحتي ديكي حتى ما تكلميش اهلك هقولك حاجة تعمليها وتبقى لطيفة لما تكوني زعلانا من حاجة اتفق معاه ان انت لما تكوني من زعلانا من حاجة ان انت هتروح تكلميه هو يعني افترض ان انت عايز تتكلمي اعودي معاه كل يوم وكلميه واقولي له شكوتك منه ليه هو هو لما يحس كده يحس ان انت زاد هو ايه اللي حاصل هو مش عايز ان حد يتطلع على عورات البيت هو شايف ان دي عورات البيت فانت روح يكلميه وتعود ان انت كل يوم تكلميه نص ساعة عن مستقبل والساعد بس تكلميه كمان عن الحياة اللي بينكم طيب وانا بقول لحضرتك بقول لزوجك يعني بقول لحضرتك المسألة مش محتاجة حتى لو هي بتكلم قريبك حتى لو ان هي عملت حاجة تدايقك وتجرحك مش معقولة عن عد بيت مليان مودة ورحمة وبركة ونور وحياة واولاد وعيشة عشان كلمتين العقل ما بيقولش كده ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا افرقوا مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر يعني اذا كان فيها الخلق ده وانت مش حبه هيتغير والدليل على ذلك اللي هي بتقول لي كلمه عشان يصدق ان انا تغيرت فهي تغيرت فممكن انت كمان تتغير وبلاش فكرة ان هي بتشك ان هي ممكن تكون بتخلفك من وراك لا ايا مش اتخلفك من وراك بس انت كمان ثق فيها عشان الثقة دي هي اللي هترجع البيت الى حال المودة والرحم فربنا ان شاء الله يسهل لكم ويبارك لكم وان شاء الله يفتح عليكم فتوح العارفين